اشتركوا في القناة 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 انا عملت فيديو قبل هيك جربت فيه جوزيف مع كيلي وبوقتها التعليقات كلكم كنتوا تكتبوا لي اني ستجيب معك حدا شوف اعمل معه سباق وهيك يا اصدقائي فاوكي فيديو اليوم يا اصدقائي راح اجيب لكم اوكي مكافحة البيا كده بتعرفوا مكافحة يا اصدقائي مكافحة راح يكون معي بهذا الفيديو اوكي يا هلا والله اوكي طبعا انا حكيت مع مكافحة انه نحن نصور ونعمل سباق بالجام يا اصدقائي طبعا مكافحة ما هو جايب معه اي شي من خاصيات السرعة يعني له جايب كيلي ولا هو جايب جوزيف ولا هو جايب الوك يعني ولا خاصية من خاصيات السرعة جايبها معه اوكي وانا جايب معي الوك وجوزيف وكيلي يعني ثلاث خاصيات تبع السرعة فاوكي طبعا راح نجرب اول شي اصدقائي راح اجرب السرعة لحالي وكمان راح اجربها مع مكافحة انه احنا راح نعمل سباق مع بعض ورح نتوف يا اصدقائي الفرق بين الشخصيات كيف راح تكون السرعة عندي وكيف راح تكون عندي اوكي طيب احسن طريقا واحنا نجرب فيها هاي الشخصية اذيقاي طبعا بالزون متل ما حكيت طبعا في عندنا بالنسبة لشخصية كيلي فسرعة السرعة تركض فيها دائمة اما بالنسبة لشخصية الوك فسرعة تركض فيها بتقدر تستخدمها باي وقت عن طريق ان انت تكبس على الزر تبع الشخصية وتستعمل شخصية السرعة وفي عندنا المشكلة بشخصية جوزيف شخصية جوزيف ما بتتفعل خاصيتها ما بتقدر تستفيد من خاصيتها الا دا كان في حدا بدمجك او اذا كنت بالزون عم تتدمج بالزون اوكي فاحسن طريقا واحنا نجرب فيها الشخصيات الثلاثة مع بعض هي بالزون يعني رح ادخل على الزون طبعا شخصية كيلي رح تكون شغالة ورح افعل شخصية الوك وكمان شخصية جوزيف رح تتفعل لحها تلقائيا لما اكون انا بتدمج بالزون واول شيء اوكي طيب رح نعمل هلا سباقي اوكي طيب رح نعمل سباق رح نختار الاتجاه هاد نمشي فيه نحنا اثنين اوكي تعال يا مكافحة تعال وقف هون اوكي رح نوقف مع بعض نفس الصف يا اوكي ورح نعمل أنا وياها سباق أوكي طيب هو كبّل عصاية عجبتني الفكرة طيب أنا كمان خليني أكبّل عصاية يا أصدقائي أوكي عشان ما يكون في أي فرق أوكي رح نمشي بهذا الاتجاه طبعا أنا أول شي رح أستخدم شخصية ألوك ورح أخليه يسبقني طيب يلا يا أصدقائي أوكي طيب أوكي هو سبقني أوكي يا أصدقائي شوفوا شوفوا السرعة شوفوا الفرق في السرعة يا أصدقائي شوفوا الفرق في السرعة أنت جد والله شي رهيب يا أصدقائي طبعا حاليا شوفوا الفرق يعني هو شوفوا هو وين كان وأنا وين صرت مع أنه يا أصدقائي شفتوا أنه هو كان سابقني بالأول يعني بالبداية لما إحنا مشينا هو مشي قبلي وكان سابقني وبعدين أنا سابقته بمسافة يعني بمسافة كبيرة كتير وواضحة المسافة طيب هلأ أنا يا أصدقائي عملنا هذا السباق بس بشخصية كيلي وبشخصية ألوك في عنا شخصية جوزيف لسه ما استخدمناها يعني السباق كان أنا بس بشخصيتين طبعا سرعة رح نعمل سباق تاني كمان هون بشخصيتين نفس الشي يا أصدقائي نفس ما عملنا أول مرة بس بشخصية ألوك وبشخصية كيلي أوكي لسه عنا هان الشخصية طبع ألوك لسه ما تحملت ما كملت تحميل تبحها أوكي بقي لها تواني تقريبا بس وتتحمل يا أصدقائي أوكي رح نرجع نجرب مرة تانية هيك تحملت يا أصدقائي تقريبا نفس الشي لا ارجع يا أخي لسه ما شغلت شخصية ألوك أوكي طيب أصدقائي هيك واحد أثنين أوكي ثلاثة يا أصدقائي طيب أصدقائي طيب هيك هو سبقني وشوفوا الآن يا أصدقائي أنا كيف سبقتوا شوفوا شوفوا يا أصدقائي كيف سبقتوا شوفوا أوكي طيب خلينا نشوف الفرق طبعا الفرق أوكي واضح يا أصدقائي وحالياً نحن لسا قاعدين بنجرب بس بشخصية كيلي وبشخصية ألوك مثل ما انتم شايفين رح ننتظر ليجي الزون يا أصدقائي وبس يجي الزون رح نجرب بالثلاث شخصيات وشوفوا الفرق بالسرعة يا أصدقائي أوكي طيب رح أخلي زون يقرب عليه أكتر من هيك يا أصدقائي أوكي رح أضل واقف بهذا المكان هلا أنا رح أجرب لحالي يا أصدقائي رح أجرب لحالي ألوك مع كيلي مع جوزيف طبعاً ألوك أنا رح أفعل الشخصية طبعاً أوكي هلا يا أصدقائي إجا الزون أوكي تفعلت هيك هيك أنا يا أصدقائي عن جد والله يتشوف السرعة بتحس حالك كأنه هكر أوكي طيب هيك ألوك وجوزيف وكيلي هيك الثلاث شخصيات فعلات يا أصدقائي طيب هيك شخصية ألوك طفت باقي معنا بس شخصية جوزيف وشخصية كيلي قاعد أنا باستخدمهم حالياً أوكي طبعاً عن جد يعني الشي خرافي كمان لما بتكون طالع من الزون بيكون معك كيلي سرعة أنه أنت تطلع من الزون وبيكون معك كمان جوزيف يعني لما بتتدمج بيزيد لك سرعتك كمان 20 بالمية وأنت بتزيد بتشغل شخصية ألوك يعني شخصية ألوك رح تزيد لك سرعتك كمان 15 بالمية بتصير سرعتك 42 بالمية زيادة وكمان بتزيدك كل تانية بتزيدك 5 نقاط دم طبعاً لما تكون ماكس يعني ثلاثة شخصيات عندي إياهم ماكس فهذا الشي يعني فعلاً رهيب يعني رح يصير الزون يكرهك الزون رح يصير يكرهك لأنه الزون ما رح يقدر يأثر فيك أبداً أوكي وبدأت إذا بتزيد محهم شخصية الزون إن شاء الله بصير يضيفوا خاصية رابعة بصير أضيف محهم خاصية الزون وأصير أنزلكم فيديوهات جلد الزون يا أصدقائي أوكي طيب هيك تحملت الشخصية هلا رح نجرب مرة ثانية بس خليني أوقف الطرف اللي على اليسار أوكي تعال انت على اليمين أوكي هيك رح نوقف مع بعض يا أصدقائي ورح نرجع نجرب مرة ثانية طبعاً هالمرة أنا بتلق ثلاث شخصيات طبعاً سرعة أوكي واحد اثنين أوكي ثلاثة يا أصدقائي روح أوكي شوفوا شوفوا يا أصدقائي شوفوا الفرق عن جد والله شي رهيب عن جد يعني السرعة عن جد شي مهم يا أصدقائي أوكي طيب خلينا نشوف الفرق أوكي وقف متأخر بس بس نبين الفرق يعني الفرق واضح يا أصدقائي متل ما انتم شايفين عن جد والله شي رهيب يا أصدقائي تعال فجر تعال تعال فجر تفجر 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 البرميل أوكي تفجر البرميل يا أخي أوكي طيب طبعاً بنحسب له لمحدة لما صديقك تفزر فيك البرميل بطلع له جمجم ما كفوا 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 الأساطير أوكي طيب يا أصدقائي هذا هو كان يعني عن جد يعني الفرق كان واضح جداً مش متل بهذاك الفيديو أنه الفرق كان يعني مش مبين لأنه أنا ما جبت حدا أعمل معه سباق فما كان مبين الفرق أنه بالسرعة كتير أما بهذا الفيديو وبعتقد يكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا كان الفرق واضح أو لا يعني أنا شايف الفرق عن جد كتير واضح يا أصدقائي فهي هي كانت شخصية الشخصيات ألوك مع جوزيف مع كيلي أصدقائي فعلاً عن جد شيء أسطوري وحالياً شخصيات اللي أنا بستعملهم باللعبة هم هدول الشخصيات الثلاثة يعني عن جد أنا من لعبين اللي كتير بحب السرعة باللعب السرعة بحسها أهم شي يعني إن كانت من ناحية الزون أو من ناحية الهجوم من ناحية الاشتباك من كتير النواحي السرعة بتنفعك كتير يعني أوكي البوكس بنفعك ولكن بنفعك ببداية الجيم فقط أما بالنسبة للسرعة فالجيم كله راح تظل مستفيد من هاي الخاصيات الثلاثة طيب إذا فتحوا خاصية رابعة مثل ما حكوا بالتحديد القادم فإن شاء الله بوقتها راح أضيف يمكن البوكس أو راح أضيف شخصية كارولين تبع الشوتقان يا أصدقائي ما بعرف راح أفكر وقتها بس حالياً ما راح أستخدم غير الثلاث شخصيات هدول يا أصدقائي لأنه عن جد الثلاث شخصيات مع بعض شيء فعلاً أسطوري باللعب يا أصدقائي بتمنى تجربوا هاد الشي وتكتبوا لي تحتوى التعليقات وطبعاً أنا عندي كل الشخصيات ماكس وكتبوا لي تحتوى التعليقات شو كان رأيكم بالفيديو وكيف كان الفرق بالسرعة يا أصدقائي وهات كان الفيديو لليوم بتمنى هاد الفيديو يكون لها لعجابكم بتمنى تكونوا منسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة دا ما كنتم مشتركين تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن الفريفير وكمان شاركوا الفيديو في طريقكم مع أصدقائكم قولوا لهم شوفوا شو بيصير لما تدمش ثلاث شخصيات أدول ماكس مع بعض يا أصدقائي أوكي المسابقة اللي حكيت على بداية الفيديو واللي هي كانت على 3000 جوهر يا أصدقائي المسابقة إن شاء الله راح تكون بعد يومين يوم 12 أوكي بعد يومين يا أصدقائي على حسابي على الإنستجرام شروط المسابقة تكون مشترك بالقناة على اليوتيوب تاني شرط تكون متابعني على الإنستجرام أصلا هي المسابقة راح تكون حسابي على الإنستجرام ورابط حسابي على الإنستجرام تحت بصندوق الوصف يا أصدقائي بعد يومين إن شاء الله راح أعملكم روم قبل ما أعمل هذا الروم يا أصدقائي بساعات بخمسة أو بست ساعات راح أنزل ستوري وأعطيكم موعد أمت راح يكون موعد الروم أوكي أصدقائي وبعدين بالموعد اللي أنا محدده بنزلكو كمان ستوري فيه الـ ID وكلمة السر تبع الروم طبعا لازم تكون سريع من أول الناس اللي تشوف الـ ID وكلمة السر تبع الروم عشان تقدر تشارك بهذا الروم بهذه المسابقة يعني بعد ما يمتلأ الروم يا أصدقائي راح نقول جو اللعب راح يكون على المراكز الأولى يعني المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث هم اللي بيكونوا الفائزين لكل شخص فيهم راح أبعط له هدية بقيمة ألف مجوهرة بإذن الله أوكي فهي كانت المسابقة يا أصدقائي إذا كنتوا حابين تشاركوا فيها فمرة تانية رابط حسابي على انستغرام تحت بصندوق الوصف وصوية أصدقائي لهذا كنت وصلنا نهاية الفيديو كان معكم علي عمر وأشوفكم إن شاء الله على خير اشتركوا في القناة